السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحمة بكم فيديو جديد في القناة ديالكم فيديو منوع غادي نحضر معكم فيه خمسة ديال الأشكال من الحلويات للديدة سهلة من عجين واحد غادي نحضر ربعا ديال الشكيلات زائد الغريبة البالة بسير من أسرار النجاح ديالها والمدق ديالها اللي تيجي مميز للوصفة المعتمدة عندي اللي تيجي من أروع وآلد ما يكون وكذلك غادي نهريكم طريقة الاحتفاظ بها باش تبقى معاكم قرمشة لمدة طويلة وكيفاش تشقق لكم في الفران وغادي اقترها لكم تشكيلة من الحلويات بعجين أساسي واحد غادي نخرجو أربعة ديال الشكيلات واحد ما يشبه لآخر مدقات ونكهات مختلفة فكانت منعناكم تبقوا معايا حتى الأخير باش تكتشفوا معايا السير ديال هاد الحلويات هادو طريقة تشكيل ديالهم والسير اللي غادي يخلي هاد الحلوات جيكم الشيشة وبنينة وكدوا في الفم فكيف العادي لا يجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي اللايكات ديالكم وتبرتجيوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وحبابكم وكدلك تشجعوني بتعليق ديالكم باش نعرف أن الوصفة عجباتكم فخليكم مع الفيديو باش شوفوا في جميع هاد الوصفات هادو فورجة ممتعة هادي نبدو بالعجينة لك أتخرج ربعة ديال الأشكال بجوشة البيتات فيها جوش كيسان ديال الزيت جوش كيسان ديال السكار غلاسي دقيق حسب الخالط عندي صاشي ديال فلون بالكاراميل وفلون بالشوكولة من الأحسان يكونو صغار حجم الصغير ذاك الغبرة أنا ما عنديش صدرت الكبير مائتين وخمسين درام ديال الزبدة ديال العبار أولا كتستعملوا هاديك ديال التوريق غادي نهضو القصرية غنديروا فيها جوش كيسان عنبه ديال السكار غلاسي هنا من الأحسان استعملوا السكار غلاسي باش يكونوا الحلوى ديالكم مشيشة مع قبيصة ديال الملحة كنزيدوا عليها جوش كيسان ديال الزيت هنا هي القياس بكاس العنبه هاد القياس هاد عندي في مئة وخمسين ميليليتر 碰 필عدوا عندكم ديال العنبه تسيدو 12 ف應該 50 قرام ديال الزبدة ديال العبار إلا ما كنتوش ستخدمو زبدة ديال العبار زبدة ديال توريق لكان ديال العلبه أطلقو الزيت استعملوا ديال التوريق ود likely نضيفوا سكار غلاسي مع ازهizable fi كنضيفو دعبة ديال البيض كنزيدو بعد ما كنخدمو هاد البيت كنقو غير نخفقو فيه لان هاد زبنة ديال العبار مما كنتاخدش الوقت باشر اننا نخدموها كنضيفو سكار الفاني سبعون سجرام كنضيفو معلقة صغيرة من خاميرات الحلويات وكنضيفو الدقيق حسب الخاليط هنا كنتستعملو النوع الممتاز اللي كيكون مغربل من قبل كنضيفو شوية بشوية هناي الحلوة باش ديكو ماشيشة ما كتفرزتش كتضيفو واحد الكيمية مثلا عبرو بزلافة خدو زلافة وقد ضيفو زلافة بزلافة حتى كندخل هديك زلافة في العجينة عاد كنضيف زلافة الثانية وانا غادة حتى كنحسب العجينة ديالي فيدي جمعات رطبة هشيشة ماشي تكون مجموعة وتاني قاس حبها العجينة ديال الخبز تكون رطبة هشيشة مني كنكورها دغية كتتجمع لي على شكل كويرة صافي كنحبز عليها الدقيق خاص العجينة تكون هشيشة ما نكتروش لها الدقيق بزاف وما نحتاجوش ندهنو يدينا بالزيت لانا فيها الزيت والزبدة مكتلو الصقش صافي دابا غادي ناخدو العجينة ديالنا غادي نقسموها الاربعا ديال الكورات غادي نحربلوهم وغادي نحطوهم على جنب وغادي ندوزو نكهو كل كويرة بوحدة اول كويرة غادي ننكهوها بالفلون ديال الشوكولات هني كيف قلت لكم استعملوا الفلون الصغير لي كيكون غبرة انا ما كانش عندي تطريت اني استعمل هاد الفلون هادا الكبير لان هاد الكبير كيتكون فيه الساني دا غير خسكم تخدمو العجينة مزيان باش كيدخل في هاداك الفلون الى ما لقيتوش الباديل ولكن الصغير كيجي احسن ومن بعد دابا كندوزو الكويرة الثانية غادي نسمها بالفلون ديال الكاراميل حتى هي بنفس الطريقة نضيفو عليها ونخدمها ماشي كندلكه ولا كنعجن راغي كندو نجيب فيها حتى كتشرب هاداك الفلون الحلواره ما كددلك ما كتتعجن كندو نجيبو فيها حتى كتشرب لي هاداك الفلون هاو ما عندنا دباجوش ديال نكهات كندوزو لنكهة التالتة بالنسبة للعجينة الثالثة غادي نكهوها هادي ناخدو هنا يقول لقيتع ديال العجين راك نعطيوها مدق مختلف على الاخر العجين كيكون اساسي ولكن مدقات راهم مختلفين وحتى الطريقة ديال تزين راك مختلفة صفي كندوزو نجيبو فيها حتى كتشرب داك الفلون وكندوزو انك هو الكويرة الثالثة الكويرة الثالثة غادي نحكو لها القشرة ديال الحامض كنجيبو حامضة وحدة كنغسلوها مزيان كنمسحوها من الماء وكنحكوها في الحكاك الرقيقة نحكو لها القشرة ديالات كنديرو القشرة ديال الحامضة كاملة من بعد غادي نتاين نشدوها وندخلو فيها ديك لنك هادي الحامض كندو نجيبو فيها حتى كتشرب لنا ديك لنك هادي الحامض إلا ما بيدوش مثلا نديرو قشرة الحامض كتديرو انك هادي الحامض راكت باعه جاهزة في القريعات ذيك اللي كتعطين لنك ها في نفس الوقت ولكن انا كنفضل نديرو قشرة ديال الحامض اراها يعني كتعطينها النفس النتيجة كيف شو معايا كنبقى نخدمها غير بها الطريقة مكان ديالك مكان عجن كنبقى نديرو نجيبو فيها نبا بيش نقطع لكم باش تشوفو كي باش كنخدمها يعني را ما تنعجن مكان ديك سوفي مني كتشرب ليا ديك لقشرة الحامض كنحطها علاجن كندوز دباء الكويرة الرابعة غادي نكها بقشرة ديال بورتوقالة كنناخد بورتوقالة كننغسلها مزيلا وكنننمسحها وكنناخدها كنحكها في الحكاكا رقيقة حتى اياه كنحك لها القشرة ديالها بالنسبة لها هادي الكويرة هادي الكويرة الرابعة غادي نكها بالقشرة ديال ديال البرتوقال وغادي نكها معلقة كبيرة ديال الكوك او جوز الهند اللي كيكون محمر في المقلة على هاد الشكل حتى اياه كندخل في هاداك الكوك مع القشرة ديال البرتوقال وكننحصل على ربعات ديال الكويرات كل وحدة منكها مختلفة وما زالكي بقيت لكم ارا غادي فتزين غادي نزيد عو تاني فتزين غادي نديل لهم اضافات اللي غادي خليوهم يكونوا مختال فين وحدة متشبهها لاخرى وما داقات اللي كتكون مميزة ده بحصلت على ربعات ديال الشكلات خاسكم تبقاوا عقلين على كل الاشكل باش مني تباو تزينو تعرفوا اشنو هادي نديرولو كنناخدو اول كويرة اللي يدرناها بالفلون ديال الشوكولات كنديروها على شكل صبيعات كنديروها هكا على شكل صبيعات وكننحطوها في اللاطة نوريتكم ده بالطريقة كننشكلها على شكل صبيعات صغير ورين كنحطوه مقاف اللاطة اللاطة باللمة دهنوها بالزيت ما تحتاج دهنوها نهائيا ما كتلصقش هاد الحلوة كنبقاوا غادين بحلقة حتى كنكملو هاد العجينة اللي فيها الشوكولات كندوزو دباء العجينة التانية اللي فيها الفلون ديال الكراميل هادي اللي فيها الفلون ديال الكراميل كنشكلها على شكل كويرة كنحاول نحرب لها بشكل طولي واحد شوية وكنورك عليها بالفورشيت وكنحطها تاية في اللاطة نفس الطريقة كنناخدها كنحرب لها بشكل طولي وكنضغط عليها بالفورشيت فورشيت. وكنحطهم في اللطاء اللي كندخل فران. صافي مني كنسالي كندخلهم بفرن ساخن شعل من الفق والتحت. درجة حرارة كتكون آآ ميوة تمانين. آآ من الفق والتحت نار مهيلة بزاف حتى كي طيبوا على خطرهم. آآ الحلوة ديالنا مغسطناش نعطيها العافية بزاف. في الول قصة طيب على خطرها. عاد كنخرجوها. كندزو دباء الشكل الثالث اللي نكي هنا بالكوك وقشرة ديال البرتقال. هادي ناخدو هاد الطابع هادا. ناخدو شوي من العجينة. وهدي نديرو فوق من الطابع ديالنا كيف كتشوفو. وهدي نضغطو عليه. من بعد غنحيدو دو كل جوانب ديال العجين ذاك الفائد ديال العجين كنزولوه. وكنضغطو عليها مزيان. باش كتعطيني ذاك الشكل ديال ديال الطابع. هاد طابع دره متواجد في الاسواق. ما يحتاج قاعد لكم بدهنوه بالزيت ولا دقيق. غير كتديرو فيه العجينة ديالكم. كتضغطو عليها كتحيدو داك الفائد ديال العجين. وكتضغطو عليه آآ من الفوق. وكي خرج لكم العجينة بكل سهولة. كنستفهم في احد اللاطة اللي كتدخل في الران. هاد الشكل كيعطينا واحد الحفيرة الوسطة. نعمروها من بعب دبو حد الحشوة اللي كتجي معلكة. كنطيبوهم فورن دائما ساخن شعر من الفوق والتحت. النار آآ مهيلة حتى كي طيبو على خاطرهم. وكي تحمرو حتى شوية من التحت كي يخدو ذا كل لون ذهبي من الفوق. وكنخرجوه من حلوة ما كنطيبوهاش. عاو تاني ما كنحمروهاش بزاف. وانما كنطيبوها خاصة تكون طيبة شوفوا معي الشكل ديالها. كنخليوها في واحد القصريا اوف واحد الكسكاس. باش ما ترجعش عليها هاديك الرطوبة كتبقى لينا مقرمشها. كنناخدوا واحد العلبة ديال جوجة ساشي ديال كاكاو المر. كنضيفوه مع واحد خمسة ديال الباكيت ديال الباستا اللي حكيتها. وكن نخلط هاداك الكاكاو مع الباستا. وكن نغطيص الحلوة ديال في الشكلات ندوب اللي خلطته مع الزيت. وكندوزها في ديال الباستا مع الكاكاو. كيف قاتشوفو هاد شكيل هادا عارفتو كي يجي خطير بزاف بزاف. المدق ديالو كي يجي لديد لديد لواحد درجة ما تخيلوهاش. انكم الى درتوها ما غاديش تبقى غادي طيروا بها كتجيب بنينة بزاف ومقرمشة آآ وشيشة. والشكل الثاني اللي درتو آآ بفلون ديال كاراميل كان نغطيص ليها الراس ديالو في المربة ديال المشماش اللي كيكون طايب فوق البوطان زيان مع واحد المعلقة ديال السكر. وكان نغطيص ليها عو تاني الراس ديالو في كاكاو اللي كيكون مهرمش محمر ومهرمش. وكان حطهم علاج نب حتى كنكمل من نفس الطريقة. دابا احنا سالينا من جوج ديال الشكيلات اللي درناهم بالفلون كل واحدة كيباش درنا ليها. دابا وقالينا الشكل الثالث اللي درناه بهذاك الطابع ولي طبيناه بالطابع ودرنا فيه القشرة ديال بورتوقان ودرنا فيه شوية ديال كوك محمر. دابا غادي نحضروا واحد تعليقة اللي غادي نعمروا بها الشكل الثالث. غادي نحتاجوا فيها هاتشي اللي بقالية ديال كاوكاو مع واحد شوية بقالية ديال مربا ديال لمشماش. غادي نضيف عليه داك كاوكاو اللي بقى عندي. غادي نزيد عليه فواكه معسلة اللي فيها الحمر والخضر والصفر. غادي نزيد عليه واحد المعلقة كبيرة ديال السكر سانيدة. وغادي نحط هاتشي فوق البوطاخ اللي حتى كي طيب يعني مع المراقبة وحنا كنحركو تكي يسخن مزيان وكيتعلق. وقدوب هاتيك سانيدة ودك المربا كان حصل على واحد الحشوة معلقة ومقار مشا في نسلوك تكاوكو كي يكون مقار مش ومقار الكبتك فوقي المعسلة والمربا. وكان ناخدوها ذاك الشكل الثالث اللي درنا فيها القشرة ديال بورتوقال اللي نسمناه بالقشرة ديال بورتوقال ونسمناه بالكوك. كان عمرو هاتيك الحفيرة اللي كتكون الوسط. اللي خرج لنا الطابع. وكان حطوهم. تقدرو كذلك انكم بعد ما كتسالي وكتعمرو هاتيك الحفيرة بهاد اه التعليكة. انكم تديرو خطوط بالشوكولاتة اه الاسود والابيض. حتى هو كيعطي واحد المنظر زوين. كان ده الشكل الاخير اللي درنا فيه القشرة ديال الحامض. ينجيبو المربا ديال المشماش اللي طيبته مع واحد معلقة ديال السكر سانيدة. وضفت عليه واحد معلقة كبيرة ديال ماء الزهر. وكان اغتص فيه الحلوة ديالي. ومن بعد كان فندها في الكوك. جاوز الهند هاتي ريش بوند. وما اللي يعرفها كتجي البنينة وشيشة. ومن السماء. اه شكيف كتشوفوه بعد ما اغتصتها فاذاك المربا اللي سخون. كان نحاول ان ننصفيها. والنوحف هاتك جاوز الهند او الكوك. لكن ستعملوا الكوك اللي كيكون رقيق وميد. شوفوا معياد الشكيلات شحل سهلين وبساط والضغية كيوجدوا اقتصاديين. ولا بغدوا توجدوا كمية اكثر من هادي كتزيدوا من كمية ديال الزبدة كتديرون سكيلو ديال الزبدة واربع ديال البيضات. فهو عجين ناجح وتقدروا تعتمدوه يعني مدى الحياة كيجي زوين بزافه شيش وكيعطينا اه كيعطينا عجين واحد اللي كلابو بيه كنخرجوا منه اشكال انتمو وابداع ديالكم. صافي كنكمل بحلاك تحت تكنسالي وكنست فهم في واحد السوبرات او في واحد البواطة وكنحتفض بالحلوة باش ربقى معاكم مزيانة. كنحتفضوا بها اه في المجمد. هدا هو الحل دياله باش ما تخسرش للكم كنخليو غير ذاك شي اللي غادي نتناولو في طلاجة وذاك شي الاخر كنحتفضوا بيه في المجمد را كتبقى عندكم الحلوة بحالي اللي اللي عدت صيبتوها ولكن خسكم تدوه لها مزيان واحد العلبة محكمة الاغلاق وتحطوه مع واحد طرف ديال السكار يوم شاء الله غنشارك معكم غريب البهلا بطريقة رائعة كجلديدة مداق مختلف وسير باش تجيكم مشقة وناجحة من اول تجربة بنسبة المكونات غادي نحتاجوا عندنا كاس ديال العنبة ديال زبدة مدهوبة نستعمل هذه ديال العلبة غنحتاجوا كاس ديال الزيت نفس الكاس دائما نص كاس ديال السنجلان اه منقي او محمر صحيح ونص الاخر مطحون مزيان وكاس ديال كوكو محمر او مطحون مزيان وعندي هنا كاس ديال لوز محمر او مهرمش نخليوها قاك شوية صحيح باش كنحسو بالقرمشة وعندي علبة ديال فلون منك ديال الكاراميل كاس ديال السقار ساني دا مطحون خمسمائة قرام ديال طحين جوش خمارات كل خمارة فيها تمنية قرى معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة عندي هنا معلقة صغيرة عامرة وقبيصة ديال الملحة دا ما في القصرية كنناخدو اه دقيق ديالنا عندنا هنا 500 قرام عبورة كنغرب لوه كننسعملو دائمو دقيق لي كيكون خاص بالحلويات غدي نضيفو عليها النواشيف كلها غدي نزيدو اه كاس دي السقار هنها عندي سقار سانيدة وطحنتو فتحانة واحد شوية سنجلان مطحون مزيان وكاز الكوكوه محمر مطحون مزيان ومعلقة صغيرة عمر القرفة وغادي نزيد علبة الفلون بنك هاتي الكاراميل صدقوني هاد الغريبة كاتجي مختلفة تماما وكاتجي بنينة بزاف الليدة كيجي فيوه حت طعم رائع جدا بالنسبة للناس اللي ما يقدروش يديرو اللوز او متوفرش عندهم ممكن يكتافيوه غير بالكوكوه مهرمش كتديرو كاز ديال كوكوه مهرمش ونص كاز ديال زنجلان محمر وصحيح نحن نصف طحننا ونصف نخليوه هكواك صحيح ده بغادي ندمج مزيان بيدي هاد النواشيف كاملين بحالي لغادي نحضر الصفوف كيف قلت لكم اللي ما بغاش يدير اللوز هاد المقادير كاملة يقدر يدير نفس المقادير بلاصة اللوز والكوكوه بلاصة ما تديروهم بجوج ديرو غير الكوكوه مهرمش ديرو كاز ديال كوكوه مهرمش وكاز ديال زنجلان كيف درتلي هانا ديروه نص صحيح ونص لاخر طحنوه مزيان دبا بعد مما ندمجو لي العناصر مزيان كنضيفو الزيت عندي كاس ديال العنبا ديال الزيت كاس العنبا في 150 مليلي لتر كنضيفوه وكنضيفو نص الكيمية من الزبدة وكنبقوو نخلطو بيدينا كيف كاتشوفو حتى كيدخل عدك نزيدو الزيت وزبدة مزيان معدوك النواشيف عاد كنزيدو لتك النص الاخر ديال الزبدة وكن منعركوها مزيان بيدينا وغادي نعطيكم حتى الطريقة كيفاش تخدموها باش كتجيكم مشقة هي كيف كان عرفو الغريبة اللي باي لخصها تكون مدلوك هام زيان والعجينة ديالها قاسحة بلص مدلكوها وانا غادي نعطيكم حتى طريقة ساهلة بززف هنا بعد ما خلوطها مزيان كيف كاتشوفو معايا وراني اضفت لها الملحة واحد القبيصة للملحة ما غاديش ندير لها ذا بالخمارات غنخليهم حتى الاخير غادي نخلي نغطيها بواحد البلاستيك الغيداء ونخليها كترتاح 30 دقيقة نساعة بعد ما كترتاح ليا نساعة كنزيد عليها الخمارات جوج مايو عديل 16 قرام السر ديال الغريبة البحلة بشجيكم مشقة لعجينة ديالها دائما تخصها تكون قاسحة مخصاش تكون رطبها بحل عجينة ديال الصابلية او الحلوة العادية هذا السر بشجيكم مشقة كذلك بلص مدلكوها وكيشت الوقت تلك والمجهود كذلك ناخدوها ديال الحكاكة وكندوزوها في هاتشيها الغليضة ديال الحكاكة كيف كاتشوفو كلها كذا هبطل تحت وكتزيد ترطاب حل يدلكناها تماما هنيا بعدما غادي ندوزها في الحكاكة غادي نعود نهزه وردها في القصرية بالنسبة لها العملية هذي كتقوموا بها غير مرة واحدة فوق هنيا فوق الخمارة نقي كديما كان مسحو بجافل كان ناخدو ثم بعدما دوزنا في الحكاكة كانتقاو نهزو منها واحد شوية وكان نحاولو اننا كان نشكلو على شكل كويرة بني الدينة مع العجينة كتكون قاسحة ومفرتطة كان حاولو نجمعوها ديك سخونية ديال اليد كتدوب هذيك الزبدة وكتليان وكان بقاو نكورو كيف كاتشوفو معايا باش ما تشتتش حتى كان نحضر واحد الكيمية ديال كويرة كيف حصلت لها بأس بها عاد غادين بدان ستفاف اللاطة وفي هذه اللوقتة كان نكون نشاعل الفرن ديالي كي يسخن من الفق والتحت خاصو يكون نشاعل على درج حرارة ميتين اه درجة ديال الحرارة ضروري تكون مرتفعة باش تشقق لكم الغريبة من بعد كان ناخدو الكويرة ديالنا وكان نحاولو نلو نكوروها بحلقة بين الدينة ونضغطو عليها واحد شوية ونحطوها في اللاطة اللي كاتفون خاصة بالغريبة البهلة مني كالسالي وكان ندخلوها الفرن اللي سخنتو من قبل كيف قلت لكم كان نسخنوه مزيان مني كان ندخلو اللاطة ديالنا كان ندخلوها الوسط كان نحطوها فوق من اللاطة وكان خليوها كالطيب على نار متوسطة كان نقصو التحت مزيان كتكون نار مهيلة بحلقة غتي نطيبو الكيكا بالنسبة للفق كيكون شوية زايدة على التحت كتكون نار متوسطة متوسطة متجهدوهاش باش تجيكم شقة ومتتحمرش ضغية قبل ما تشقق سوف يكا مني كتدوز واحد عشر دقائق خمسلاش دقيقة كتبه لكم دات كتشقق كتسبرو لها واحد شوية حتى كتاخدوا واحد اللوين خفيف من تحت ومن الفق سوف يو كان نخرجوها مني كان نخرجوها ما نقصوهاش نهائيا لانها كتكون كتفرتت كنخلوها حتى كتبرد عاد كنهزوها وكنحيدوها كنحطوها في التبصيل من بعد اني غادي نسالي وغادي تبرد عاد غا نجمعوه في واحد البواطة سوف يو كان بقى مستمرين حتى كنكملوه بنص الطريقة هنا غا نوريكم كان حصلوه على واحد الغريبة مشقة وشيشة ولديدة بزاف كانت مني تجربوها اراها من احسن الغريبات اللي كان وجدهم وهي الغريبة المعتمدة عندي دائما كان نحضرها كتجي تماما بحالي كتباه في المخابز واحسن لانها مقومة ومنسة ممزيان كان مقاوها كتشوفو كان حضرو دائما العجينة قويرات عاد كنبدو نبسطها ونحطوها في اللاطة وكان بقى نطيبو فيها بنص الطريقة الفرن دائما سخون وكان خليوها مني كان نخرجوها من الفرن حتى كتبرد مزيان عاد كنحيدوها من اللاطة هنا يرا ما زال ما كملت ما كملت هذه العجينة كاملة اعطاتني ثلاثة ديال اللاطة تعامرين هذا هو القياس اللي اعطاتني بعد المسالي كتشوفو الغزالة بزاف نتمنا تجربوها وتبرتجوها مع الاصدقاء ديالكم وخليب لي لايك للفيديو اللي عجبكم كيف العادة نتلاقوا في الصفحة جديدة فيديو جديد ان شاء الله انا غدي نوريكم كيفاش كنحتافظ بها كنستفافل البوطة وكندير مع وحد القطعة ديال السكر باش كتبق عليها من قرمشة او شيشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة